كما ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بطنجة أمس ترأس جلسة عمل مخصصة للقطاع الطاقي وبالأساس للبرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة وذكر الملك محمد السادس بأهمية هذا المشروع الكبير الذي سيمكن المغرب من تحقيق اكتفاء طاقي مؤكد والذي يندرج في إطار الرؤية الملكية لجعل المغرب رائدا في هذا المجال وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة لتقييم مدى الالتقائية المؤسساتية والعملية التي يتعين أن تنظم القطاع تنفيذا للتوجهات الملكية وخلال جلسة العمل هذه أخذ الملك محمد السادس علما باستكمال الجانب المؤسساتي من خلال المصادقة على قوانين جديدة تؤطر الوكالة المغربية للطاقات المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية كما تم نشرها هذا اليوم بالجريدة الرسمية للمملكة على الصعيد العملي تم تزيير أنه هو تنفيذا للتعليمات الملكية خلال الاجتماع الأخير فإن المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة هي في طور التحويل الفعلي نحو مازين كما أخذ الملك محمد السادس علما بالإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين والتي تدعم هدف الرفع من حصة المصادر المتجددة في الباقة الكاربائية إلى 42% في أفق عام 2020 من جانب آخر جدد الملك محمد السادس توجيهاته المتعلقة بهدف رفع هذه الحصة إلى 52% في أفق 2030 وهو الطموح الذي بموجبه ستشكل أو ستشكل البرمجة الاستراتيجية المرحلة المقبلة والتي ستجسد بشكل واضح التكاملات المأملة في هذا القطع ترجمة نانسي قنقر